في إطار الدورة الحادي عشر لمؤتمر السياسة العالمية انعقدت الجلسة الرئيسية حول موضوع أوروبا بعد الرهانات الاستراتيجية وخلالها قارب وزراء أوروبي مختلف الرهانات الاستراتيجية بأوروبا في مجالات العلاقة الخارجية والهجرة كما تم التأكيد خلال هذه الجلسة أن السبيل الذي اختاره الاتحاد الأوروبي يتمحور حول إرصاء شبكة موسع بينه وبين شركائه وتم توضيح كذلك أنه من الضروري تقوية الشركات من أجل تشبيك مستدام لسيما مع البلدان الأسيوية ومن شأن هذه المقاربة رفع كل التحديات التي تواجه المواطن بأوروبا أو بآسيا اللقاء شكل فتصة لمناقشة قضية الهجرة والتعاون المغربي الإسباني ويمكننا أن نقيم شركة من أجل العمل على تنمية إفريقيا للحد من الهجرة نحو بلدان أخرى إفريقيا يجب أن تكون الهدف الأساسي للتدابير الاقتصادية الأوروبية ونعلم أن المغرب يلعب دورا مهما في تنمية إفريقيا وهذا هو الحل الحقيقي وليس بناء الحواجز أمام الهجرة خلال هذه الجلسة تم تسلط الضوء على العلاقات الصينية الأوروبية حيث أن أوروبا والصين يتقاسمان نفس الرؤى حول المبادئ الرئيسية عبر إرساء منهجية تحترم مصالح المواطنين كما أن من شأن هذه المبادرة تنمية نظرية تعددية أطراف فعالة من أجل رفع التحديات الراهنة ترجمة نانسي قنقر